لنقاش الموضوع رحب ضيفنا من باريس السيد هلال العبيدي الباحث السياسي سيد هلال مرحبا بكمانا إيران تصاعد من خطواتها في أعقاب الانتقادات الغربية لها لكن هل تبالغ في رد الفعل حين تمضي إلى إغلاق الكاميرات الدولية والمضي كذلك إلى الدفع بأجهزة الطرد المركزي الجديدة تحية لك والمشاهدين الكرام بصراحة إيران تستخدم سياسة حافة الهاوية ولكن هذه السياسة في الصحيح أن هناك بعض المكاسب التي من الممكن أن تجنيها إيران ولكن أيضا هناك المخاطر الكبيرة المترتبة على إلغاء هذه الاتفاقية النووية والذهاب الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية إلى تصعيد آخر نحن الآن أمام اتجاهين يعني وصلنا إلى نقطة حاسمة أما الذهاب باتجاه المفاوضات وقبول إيران بالمفاوضات المطروحة لأن الملف المفاوضات هو ملف متكامل يعني موجود وجاهز للتوقيع ولكن إيران من تضع العصي في عجلة هذا الاتفاق وتحاول أيضا إبداء شروط جديدة وإضافة ملاحق جديدة لهذا الاتفاق الموجود فهي إذن الآن أمام قضيتين أما أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى هذا الاتفاق ومن ثم المضي فيه وأما إلى تصعيد ويجابه تصعيد مقابل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية وفي هذه الحالة بصراحة نعتبر أن الاتفاق النووي ملغي وأن هناك احتمال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وفي هذه الحالة هذا يذكرنا أيضا بالسيناريو العراقي لذلك نحن أمام مفترق طرق في هذا التصعيد ولكن نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا الرئيس جو بايدن لا يملك الكثير من المناورة ومن المجال ومن القرارات التي يتخذها لأنه إذا أخذنا بنظر الاعتبار الانتخابات التشريعية القادمة في شهر نوفمبر فهو أمام ضغط ليس فقط من الجمهوريين أعدائه ولكن حتى من داخل الديمقراطيين بعدم التهاود في الملف النووي الإيراني وهناك أيضا الدول الغربية التي تريد فعلا هناك نقص في ملف الطاقة من جهة أخرى وعودت إيران إلى سوق إنتاج الطاقة ولكن هذا ليس ما تبتغيها الدول الغربية يعني إيران تحاول اللعب في هذا المجال أنها مصدرة للنفط وأنها ممكن أن تسد العجز خصوصا مع ارتفاع البترول في أسواق العالمية وفي أوروبا ولكن أعتقد أن نحن قادمون على تصعيد وأن احتمالية فشل هذه المفاوضات تزيد يوما بعد آخر لكن المضي لهذا التصعيد من الجانبين سواء التصعيد المضبوط من الجانب الغربي بخطوات الانتقاد والتحركات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ردود الفعل عليها الغير منضبطة كما يرى البعض من الجانب الإيراني هل تعكس قناعة ربما بأن الأطراف طوات صفحة هذا الاتفاق وباتت اليوم تتعاطى مع واقع جديد سيد هلال يعني بصراحة الجميع الآن يتصرف كأن الاتفاق ألغيه يعني خصوصا إذا رأينا التحركات العسكرية في غرب العراق وشرق سوريا في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور السورية وهناك نقطة ساخنة للمواجهة بين ميليشيات تابعة لإيران والقواعد العسكرية الموجودة في هذه المنطقة لذلك الجميع على الأرض يحضر سلاح المعركة وميدان المعركة إذا أردنا أن نسميه ولكننا لم ننتهي من الدبلوماسية ما زلنا في الإطار الدبلوماسي لهذا الفعل ما زلنا القرار موجود والاتفاق جاهز للتوقيع ولكن الإضافات التي أضافتها إيران خصوصا فيما يتعلق برفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية وبعض الشروط الخاصة التي وضعتها إيران والتدخل الروسي في هذا الاتفاق كل هذا وضع العراقين وبالتالي أصبحت المسألة داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية أن الجمهوريين لا يريدون هذا الاتفاق وكذلك بعض الديمقراطيين لذلك إدارة بايدن اليوم على المحاك وخلفها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم صرح رفائل جروسي مدير عام وكالة التاقة الذرية أن هذه ضربة قاصمة خصوصا إلغاء 27 كاميرا من الكاميرات المراقبة التابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل ضربة قاصمة للاتفاق النووي أو للتفاهمات النووية وهو تصعيد يأتي من طرف إيران ونحن بانتظار ردود أفعال الغربية على هذا التصعيد أيضا أعتقد أن الدبلوماسية تضيق أفقها شيئا فشيئا ولكننا لا نستطيع الآن في هذه المرحلة الإعلان عن وفاة الاتفاق النووي وننتظر ما سيقول إليه لأنه دائما هناك في اللحظات الأخيرة أما أحد الأطراف سيرتخي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لا أعتقده شخصيا أنا أن الولايات المتحدة الأمريكية سترضخ ولكن أعتقد أن إيران وبعد الخطاب الرئيسي والخطاب المتشنج الذي قال فيه أننا سنمضي إلى الأمام ولكن أعتقد أنه إيران قابلة في اللحظات الأخيرة أن تتعاون مع الوكالة الدولية التقضرية وتخفض هذا التصعيد وهذا ما يرجوه الجميع بصراحة ترجمة نانسي قنقر